اهلا وسهلا بكم. كمل معاه الفيديو للنهاية. الفيديو ده مهم جدا. اه النهاردة قبل دخول الموسم وقبل ما الطيور تضع البيض. انا بتكلم عن كل الطيور. يعني عن العصافير بجميع انواعها والباب غوات. قبل ما الطيور تدخل موسم الانتاج لازم ان انت تعمل لهم عملية وقائية. ليه بقى? لان طبعا يعني من اسباب موت الفروخ اصابة الباب غوات الكبيرة اصابة الابوين بالامراض المعوية. اه مشكلة ممكن يكون عنده كوكسيديا عنده اميبة عنده اي مرض معوي. اه فبين وهو طبعا بيقوم بعملية التأكيل. فطبعا بين الميكروبات بين المشاكل المعوية اللي في معدته الى الفرخ الصغير. فبالتالي طبعا الفرخ الصغير لا يستطيع ان يتحمل. وبالتالي بيحصل نفوق وبيحصل موت لعدد كبير جدا من الفروخ نتيجة الامراض المعوية اللي بتكون عند الابوين. اه وطبعا ما بيظهرش عليهم الاعراض. لان طبعا يعني الباب غوات والطيور الكبيرة يعني منعتها قوية فبتقدر تستحمل. بخلاف يعني الفروخ الصغيرة. منعتها بتكون ضعيفة جدا. لا تستطيع ولا تقوى ان تتحمل اي ميكروب اه ولا اي طفيليات ولا اي مشاكل معوية. فتعالوا كده الاول احنا لازم الاول ان احنا ننظف الوعيان كويس جدا. ننظف السقاية اللي بيكون فيها الميا ننظفها كويس جدا. لازم كل يوم كل يومين؟ يعني بالكتير مرة في الاسبوع يعني لو انت مش فاضي. مرة في الاسبوع تخسينها كويس جدا. واحنا هنجيب فلاجيل. طبعا اه فيه ناس بتستخدم مثلا مطخر معوي زي مثلا اه انتنال مثلا. طبعا الفلاجيل اقوى. الفلاجيل اقوى. وطبعا انا لما باجي ايستخدم الفلاجيل هجيب فلاجيل شراب في ناس مثلا بتجيب اقراص فلاجيل يعني انا بفضل ان انت تجيب فلاجيل شراب الفلاجيل الشراب ده هو انت هجيب فلاجيل للاطفال يعني الجرعة هتكون ضعيفة شوية لاحظ ان احنا بنستخدم يعني هذا الدواء للانسان يعني دواء بشري الفلاجيل دواء بشري هذا الدواء انا بجيبه يعني بجرعة ضعيفة فبطلب من الصيدلي ان هو يديني فلاجيل اطفال مش فلاجيل بقى يعني يكون يعني الفين او تلاتة لا ده فلاجيل بيكون يعني الجرحة بتاعته ضعيفة للاطفال وبحط نقطة بسيطة او نقطتين بساطة اه يعني اه مش ما بحطش كمية كبيرة اه انا بحط كمان نسبة المية شايفين المية المية بتبقى ليلة جدا باخسل الوعاء المسأة كويس جدا وبعدين بحط شوية مية بساطة جدا بحط مية بسيطة جدا وبقوم بتعطيش الطائر بعطش الطائر اربع ساعات عشان انا عايز يعني اه يعني لما حط المية اكون متأكد جدا ان الطائر اه شرب من المية وبعد ما بحط المية امام الطائر اه طبعا بسيبها من اه يعني ساعتين الى ثلاث ساعات وبعد كده بغير المية الى مية عادية خالص يعني ما سيبش المية بالفلاجيل طول اليوم امام الطائر ماينفعش بعد ساعتين او ثلاثة برفع المية اللي تم وضع فيها العلاج وبعد كده بسيبه يشرب مية نظيفة اه انا بقوم بالعملية ده هي يعني ثلاثة ايام ورا بعض متواصلين وفي خلال ثلاثة ايام دمت لما بحط الدواء ما حطش اي اكل لين ما حطش اي فواكه لان الفواكه او الاكل لين دي دوت هيقدي الى ان الطائر يعني هيقلل تربه من الماء اه لما ياكل فواكه او اكل لين فبالتالي يعني فيها نسبة من اه المية فهتخليه ما يشربش مية واحنا عايزينه في الفترة ديت يشرب مية اه عشان ياخد الجرعة الوقائية اه للمشاكل المعوية. طبعا الفلاجه دوت اه بنظف وبيساعد وبيقضي على المكروبات. اه وكمان هو مطهر معوي قوي جدا. اه وكمان بيقضي على الفطريات. اه بيستخدم ايضا في اه مشاكل البرد او المشاكل الجهاز التنفسي. اه وكمان بنستخدمه كعلاج في حالة الاسهال. بنستخدمه كعلاج في حالة الاسهال لانه هو مطهر معوي. وهو كويس جدا. اه فانا بستخدمه قبل دخول الموسم. يعني قبل دخول الموسم. لان ما ينفعش ان انا استخدم الفلاجيل يعني في وقت وضع البيض. في وقت وضع البيض. وما ينفعش ايضا ان انا استخدمه في وقت ان ان الابوين بيقوموا بالتأكيل. ما ينفعش. اه خلي بالك كويس. قبل ما الموسم ياجي لابد انني اعمل عملية تطهير لمعدة الطائر. اه ده ايضا بيعالج الاسهال. هحط الفلاجيل تلاتة ايام متواصلة. اه وبعد التلات ايام. اه هبدأ بعد كده اريح الطيور يومين. وبعد كده هرجع تاني احطه كمان يوم او يومين. وبالشكل ده نكون اعملنا عملية تطهير اه معوي لامعاء الطائر. عشان الطائر طبعا يبدأ يعني لما يبدأ يبدأ يبيض ويبدأ يفرح. يبدأ يبيض على اه يعني نظافة معدته يعني نظيفة. اه طبعا اهتم طبعا بالنظافة نظافة السقيات. اه اهتم طبعا بنظافة الارضيات. اه كل ده طبعا يعني هيقدي الى مناعة قوية وهيقدي الى انتاج يعني اه محترم جدا. اه وصحة جيدة للفروغ. اه اتمنى تكونوا استفادتم معي. اه وما تنسوش طبعا دعم القناة.